موسيقى عجوبة من أعجيب الظهر ومعجزة لا تحدث إلا مرة واحدة سفينة من ضخامتها حوت كل أشكال الحياة على سطحها عند النظر لها لا يستعن إلا التساؤل عن مهياتها وكيف كان حجمها لتحمل كل تلك الكائنات على سطحها في هذا التقرير سنستعرض لكم مظاهر الإعجاز التي حملتها سفينة نوح عليه السلام وسنحاول معرفة كيف استطاعت تلك السفينة الضخمة أن جاءت من أكبر طوفان حدث في التاريخ لم يدرك قوم نوح عليه السلام وهم يسخرون من نبي الله الذي أمر ببناء سفينته الضخمة في الصحراء الجرداء أن طوفانا عظيما قادما عليهم وأن تلك السفينة التي تبنى بين الجبال في الصحراء ستكون هي المعقل الأخير وتوقي النجاء الوحيد لمن أراد الإبقاء على حياته سفينة كل ما فيها يعتبر معجزة بداية من بنائها حتى إبحارها في عرض البحر ولكن سنبدأ بحجمها المهول الضخم فقد بلغ عرض تلك المعجزة نحو 3000 متر مربع تقريبا ولكي نستوعب أكثر مدى كبر تلك السفينة فإن أكبر حاوية في العالم يبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترا بينما كانت السفينة مكونة من ثلاثة طوابق بارتفاع خمسين ذراعا لكل طابق أي ما يعادل ارتفاع مارة مكونة من ثمانية طوابق وعلى الرغم من أن كل تلك الأحجام المذكورة هي أحجام جزافية متوقعة وعدم ذكر حجمها في أي من الكتب السماوية إلا أن تلك الأحجام قدرت بناء على مقدرة السفينة في استيعاب كل الكائنات الحية التي حوتها بداخلها وعموما وبالإضافة إلى حجمها المهول كان توقيت بنائها معجزة أخرى في حد ذاته فقد بدأت مراحل صنعها بأمر سماويا منزل هبط به جبريل عليه السلام على نبي الله وفورا بدأ نوح عليه السلام بصنع سفينته في الصحراء بين الجبال ما جعل منه محط سخرية واستهزاء لقومه الذين لم يعلموا ما كان ينتظرهم في المستقبل القريب بيتفاجأ بعدها بفيضان الماء وارتفاع أمواجه العاتية أمواج وصفت لأنها كالجبال علوا وقوة وصلابة بل تخطت تلك الأمواج الجبال العالية فلم ينفع من احتمى به احتماؤه ولم يغنيه تحصنه بارتفاعها ظروف مثل تلك الظروف من شأنها أن تغرق أكبر وأعتى السفن في أيامنا الحالية ولكن ليس سفينة نوح عليه السلام فقد تحملت كل الأمواج والمياه سواء تلك التي خرجت من باطن الأرض أو تلك التي نزلت من قلب السماء واستمرت تلك الرحلة أربعين يوما كاملا لدرجة دفعت البعض أن يزعم أن كمية الماء التي تلقته الأرض وقتها يعادل 160 ألف مرة من حجم ماء المحيط الأطلسي أما داخل تلك الرحلة فقد استمرت المعجزات بالتوالي فركاب السفينة لم يكنوا عاديين فبالإضافة إلى المؤمنين بداخلها قد حوى تلك السفينة أيضا على كل زوج من الحيوانات الطيور والحشرات والديدان وحتى الزواحف وهذا علل اختلاف بيئاتها وطبائعها ومع اختلاف طرق معيشتها ونوعية غذائها والتناقض والتضاد بينها إلا أنها تعايشت بسلام مع بعضها لأربعين يوما إلى أن رست السفينة أخيرا على جبل الجدي في أقصى جنوب تركيا الآن بعد رسوها بسلام أمر الله تعالى في معجزة أخيرة السماء أن تتوقف عن الأمطار والأرض بأن تبلع ماءها لتنتهي الأعصير وتهدأ الأجواء وتتحقق المعجزة الإلهية أخيرا برسو سفينة نوح وخروج من بها سالمين وعلى الرغم من كبر حجمها فلم يعتر على حطام سفينة نوح عليه السلام حتى الآن على الرغم من الدعاء بعض العلماء أنهم عثروا على قطع من الأخشاب المستخدمة في صناعة السفينة ولكن كل تلك الأمور ما زالت غير مؤكدة ولا تحمل مصدقية حقيقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر